لا أبواب ولا نوافذ مغلقة ولا أفواه مكتومة تقف صداً أمام موت بطيء يهب مع الهواء ويعانق سماء العاصمة التلوث البيئي في بغداد وصل دروة الخطر واقتنص المركز الأول كأعلى نسبة تلوث بين مدن العالم أكثرها تأثيراً وجود سبعمائة معمل طابوق ومصانع تتلاعب بحياة المواطن وأعين الحكومة ضبابية لا تقشع شيء من ريئة باتت ممزقة يقتلها التلوث تدريجياً العراق وتحديداً محاوظة بغداد بدأت تسلسلها يعلو شيئاً فشيئاً حتى تصدرت العاصمة بغداد خلال الشهرين السابقين مراكز الخمسة الأولى بل وصلت بغداد المركز الأول عالمياً بتلوث الهواء خلال أيام شهر تشرين الأول السابق بنسبة تلوث عالية جداً تجاوزت 30 ميكروغرام على المتر المكاعد وطبعاً هذه النسب غير صحية بالمرة تسبب الكثير من الأعراض الصحية خاصة للكبار هناك أكثر من 700 مصنع على أطراف بغداد لصناعة الطابق والجميع هذه المصانع والبؤر الأخرى تسبب هذا التلوث الحاصل حالياً في العاصمة 150 موقع لصهر المعادن في بغداد أغلقت إجراء حكومي لعودة جزء من الحياة النقية لصحة الأجواء في المدينة لكن حدودها لا تزال في وعكة وتلوث تشجير معدوم حزام أخضر غائب وبؤر التلوث لا تزال تعمل بمصادر طاقة النفط الأسود وشعلة سامة تحرق معها ما تبقى من ذرات هواء نقية أحذيرات أطلقت من قبل مواقع رصد جوذة الهواء العالمية للدول التي تتجاوز نسبة التلوث فيها وفقاً لقياس بيم 2.5 الميتين مايكروغرام على المثر المكعب وبغداد خلال الأشهر السابقة تجاوزت نسبة التلوث فيها الميتين ووصلت حتى إلى 300 و400 وحتى 500 عادة رصد وتقييم لجميع البؤر المسؤولة عن التلوث منها مصانع توليد الطاقة الكهربائية التي تستخدم لحد الآن نفط الثقيد أعتبر أن العمود الفقري لجميع هذه الحلول هو الأحزم الخضراء والأطر الخضراء حول العاصمة وحول المدى المتضررة أيضاً العراق كعادته الفائز الأول بكل شيء سلبية بلد نفوسه تقدر بالملايين ينافس دول المليار كالصين والهند بالتلوث بل أنه تفوق عليهم وما زال يستمر بتقدمه نحو الأسوأ ضحى عمدر الرشيد موسيقى 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 موسيقى